قبل ايام اجت بالي فكرة انشاء الحملة الانسانية فخابرت الحكومة المحلية بحصول احصال الموافقات لاستغلال هاي المنصة اللي هي تتوسط المحافظة وقريبة على الشارع بالنسبة للمتبرعين اجيت هنا الوحدي ما احد ماكو اشتغلت مثل مباشرة طبعا بمعاية الحجواء العبودي ودعت الاخوة من اللي يتبرعون ماكو احد وياه ما من تميجيها ولا كذا سبحان الله صارت تهافت وصارت هاي الغيرة اللي تشوفها اعتبرها تجمع غيرة وانسانية هذا مو موات وبنفس الوقت سبحان الله اجاوا الخوات المتظاهرين والقوات الامنية وتعاونة وسوة انا الوحدي ونتج هذا النتاج اللي تشوفون سبحان الله قاعد يشتغلون ورانا رح انكيس المواد الغذائية والغراض هاي شي بسيط نقدم القواتنا الامنية ثلاثة ايام المتظاهرين والقوات الامنية ابد ما ناموا شغل استقبال على مدار الساعة وهاي اعظم رسالة نوديها ورح يبقى العنواننا الاكبر احنا اراق الكرم الحمد لله وشكور لحد الان اكتو استجابة قوية من اهالي كوت من شباب كوت يعني من الاهالي عامة يعني اليوم طبعا ثوار تجرين شاركوا به واليوم المفاجئة قوات الشغب يجوا شاركوا به يعني الشغب وثوار تجرين يشتغلون سواء بنفس الشادر يعزون المواد ويضبطون المواد اللي تجينا من المتبرعين لان قمنا ملحق احنا حقيقة هذا الموقف عبارة عن مو مواد غذائية هذا عبارة عن مواد غيره اهل الكوت غيره عدهم فتشوفوا النساء الاطفال البارحة حاجة طفل جايب لقوطية مع الحليب قالها يتودوها الطفل سوري انا عدي يقول يعني انا ابوي يدبر لي ذاك من يدبر لي البطانيات والشوادر هاكلها موجودة هنا لان هناك اكو ناس بسوريا السحالية النايمة بالعراء بتشول فنتم نتوديها البطانية ما تعرفها باسم وديها باسم الانسانية من يتلفلف بالبطانية وينام بالليل يرتاح وصلت المكافأة عمالتك فأدتوا عهل الكوت ان شاء الله الحملة مستمرة منها لما تنتهي مأساة السوريين احنا نتبرح فاللي يسمعوننا ولي يشوفون المشاهدين هالسا على الشاشة نطلب منهم التبرع لهاي الحملة العظيمة هم كلهم اخواننا بالنهاية عرب ومسلمين واشقاء واذا مو من هذا النوع فهم ناس يعني مثلنا باسم الانسانية اناشدكم تجون تتبرعون للاخوة السوريين من باللحظات الاولى الى الكارفة الانسانية التي حدثت في زلزال الذي اصابه تركيا وسوريا بقدر اهالي واسط وليس غريبهم على هذا العطاء والكرم بصراحة لن تتوقف الحملة ليلا ونهارا بتقديم التبرعات المتنوعة ارزاق جافة ملابس اغطية ادوية حليب كل شيء ما هو يساهم في تخفيف معاناة السوريين